أكد وزير البترول طارق الملة أن أسواق الطاقة الخضراء وصناعتها ما تزال ناشئة وجديدة وتحتاج لتكنولوجيات متطورة ومزيد من التنمية مشيرا إلى أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط وضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز خاصة خلال فترة التحول الطقي الحالي كذلك خلال لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة سي منزل الطاقة لاستعراض استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز المصرية فضلا عن استعراض التذبذبات الحادة في مستويات الأسعار العالمية الحالية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول بصفة عامة